اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروند بيرغ سلسلة مناقشات في كل من عدن ومسقط والرياض حول مساعي تهديئة النزاع في اليمن وفاد بيان لمكتب المبعوث الأممي المناقشات تناولت قضية الموظفين الأمميين المحتجزين تعسفيا كما ركزت على ضرورة السماح بإنقاذ ناقلة النفط المتضررة سونيون وأعرب جروند بيرغ عن تقديره لدور سلطنة عمان في تعزيز جهود السلام والاستقرار التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن